وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 67 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن وبالإضافة إلى 86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 19 طن أقماح محلية